كندا ولا استراليا استراليا ولا نيوزلندا أمريكا ولا كندا مكملين في سلسلة المقارنات ما بين كندا وكل الدول اللي ينفع نهاجر ليها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن استراليا وكندا طب انت عملت فيديو قبل كده صحيح انا ما عملت فيديو قبل كده بين استراليا وكندا لنك موجود اعلى للشاشة ما دخلناش في التفاصيل اللي تهم موضوع الهجرة الى استراليا انا لقيني ما كانش عندي خبرة بالموضوع ده الحمد لله ربنا وفقنا وصلنا الى دكتور محمد كمال واحد من الناس اللي مهاجرين على استراليا في اخر اربع سنوات هو متوجد هناك هو في الاساس هو دكتور صيدلي اما حاليا هو شغال في مجال الصناعات الغذائية ان شاء الله دكتور محمد هيكلمنا النهاردة عن موضوع الهجرة الى استراليا وايه اسهل الطرق وايه افضل الطرق اهلا بيك يا بلال وشكرا على استضافتي معاك في القناة اهلا بيك يا جماعة اتمنى تكونوا بخير وبصحة وسلامة الحقيقة زي ما بلال قال انا بقالي اربع سنين تقريبا في استراليا عامل قناة يوتيوب بتهتم كل تفاصيل الهجرة والحياة في استراليا لو مهتمين بالموضوع ده يا تيريت تتابعونا على اللينك اللي هيزهر اعلى الشاشة النهاردة انا جاي مع بلال يا جماعة عشان نقولكم على طرق السفر والهجرة الاستراليا هنخش في كل التفاصيل ايه يا طرق السفر اللي تقدر تسافر بيها تنواع الفيز بعد الهجرة الامتحانات اللي محتاج تعملها امتحانات الانجليزي المعادلات كل الكلام ده هنتكلم عليه النهاردة بالتفصيل فيلا بينا نبدأ موضوعنا ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا عن طرق الهجرة لاستراليا خلينا نبدأ جماعة بطرق السفر لاستراليا طبعا اول طريقة للسفر لاستراليا هي الهجرة ودي طبعا اللي كلنا بنفكر فيها في كذا فيزا موجودة للهجرة لاستراليا بتديك اقامة دائمة عطول من اول يوم وفي فياس تانية بتبقى مؤقتة في الاول وبتحولها لإقامة دائمة بعد كده هنتكلم في تفاصيلهم وشروطهم وإلف رؤات بينهم في اخر الفيديو فخليكم معنا الحاجة التانية اللي ممكن تسافر بيها هي فيزا الدراسة والحقيقة فيزا الدراسة لإستراليا هي من أسهل الفيز اللي انت تقدر تسافر بها إستراليا سهل جدا انت تاخد فيزا دراسة سواء انت كنت أندرا جرادوت يعني لسه هتخش الجامعة أو لسه في الجامعة أو كنت بوست جرادوت سواء بتعمل ماجستير أو بتعمل دكتوراه أو ديبلوما بعد التخرج عيب بس الفيزا ديت ان هي بتبقى مكلفة شوية في الاول ولكن هي سهل جدا قبولها والتحرك بعد كده فيها انت تاخد إقامة دائمة بعد كده في استراليا بكذا طريقة وهتلاقوا شرح بالتفصيل يا جماعة لازاي تاخد فيزا الدراسة لإستراليا موجودة في الفيديو اللي هيظر أعلى الشاشة وكمان هسيبه لكو في الدسكريبشن إن شاء الله الحاجة التانية هي الوركينج فيزا أو اللي هي فيزا العمل الحاجة فيزا العمل في استراليا ديت بقى من أصعب الفيز اللي بتتاخد دي لازم يتعمل لك نومينيشن عن طريق شركة استرالية في مجالات معينة هي اللي بتبقى تقدر تعمل النومينيشن ديت عادة بتبقى المجالات ديت في مجال الدكاترا وفي مجال الناس اللي شغالة في الاي تي دي أكتر الناس اللي أنا شفتها شخصيا بيقدروا ييجوا على فيزا العمل لكن هي مش من أنواع الفيزا السهلة اللي كل الناس يقدر تقدم عليها لازم تكون في تخصصات ندرة الفيزا اللي بعد كده هي يا جماعة البرتنر فيزا أو اللي هي فيزا الزواج أو الخطوبة دي طبعا لازم تكون مرتبط بشخص استراليا سواء مع الجنسية أو مع إقامة دائمة بتقدر تقدم علي البرتنر فيزا ديت والبروزيس بتاعتها سهلة جدا مجرد أنت بتجيب الأدلة على أن انت علاقتك فعلا جنوان يعني حقيقية ومستمرة بتقدر تقدمها وبتقدر تاخد الفيزا ديت ودي من أسهل الفيزا اللي بتتاخد لأن ما بتحتاجش متحان انجليزي ما بتحتاجش خبرة ما بتحتاجش أي حاجة تحتاج بس أن انت تكون مرتبط بشخص جوه استراليا أنا برضو سايبلوك يا جماعة بالتفصيل فيديو بتكلم عن متطلبات الفيزا ديت وزي تقدر تقدم عليها هتلاقوه في الديسكريبشن بتاع الفيديو النهاردة الأخر حاجة عايزة أتكلم عليها هي فيزا اللجوء الحقيقة فيزا اللجوء لإستراليا ديت برضو بتبقى لها بروسس كبيرة دي ممكن نتكلم عليها فيديو تاني بعد كده لو في الديسكريبشن فيديو بتكلم عن فيزا اللجوء لكن هي هتبقى خارج الموضوع اللي بنتكلم فيه النهاردة النهاردة هنركز على فيز الهجرة شكرا ليك جدا يا كمال باشا على كل المعلموات اللي فتنا بيها عن طرق الهجرة إلى استراليا بعد لما عرفنا عن طرق الهجرة إلى استراليا حابين نعرف منك عن فيز الهجرة ايه هي فيز الهجرة إلى استراليا بالزبط كده يا بلال هو ده اللي احنا عايزين نركز عليه النهاردة هو أنواع الفيز بتاعة الهجرة لإستراليا انواع الفيز الهجرة لأستراليا كتيرة ولكن انا عايز النهاردة اركز على ثلاث انواع منهم اللي هما اشهر انواع اللي هما بنسميهم فيزا العمالة الماهرة او فيه ثلاث فيز اساسيين في الموضوع دوت اول فيزا فيهم هي الفيزا 189 او تعتبر احسن فيزا للهجرة لأستراليا لان هي بتديك اقامة دائمة من اول يوم لما تاخد الاقامة الدائمة ده معنا ان انت بيبقى ليك تأمين صحي وبيبقى ليك اكسس لعي ترنامج الحمالة الاجتماعية في استراليا ودول مستين مهمين جدا للمقيمين الدائمين وكمان الحاجة التانية ان انت معلكش اي ريستريكشنز ولا اي شروط تقدر تشتغل وتعيش في اي حتة في استراليا من جير اي مشكلة فعشان هي احسن فيزا فاكتر منافسة عليها المنافسة كبيرة جدا على الفيزا ديت وبتحتاج لعدد نقط كبير جدا عشان تقدر تقدم عليها هكلمكم في اخر الفيديو ازاي بنقدر نقدم علي الفيزا ونحسب عدد النقاط بتاعتك الفيزا التانية هي اسمها الفيزا رقم مية وتسعين او اللي هي الستيت سپونسرد فيزا بتبقى فيه ستيت معينة او ولاية معينة في استراليا هيرتبقى طلبة الوظيفة بتاعتك فلما انت بتكون او الكريتيريا بتاعتها بتقدر ان هي تعمل لك سپونسرشيب وبالتالي بتاخد خمس نقط زيادة بيساعدوك ان انت تقدم على الفيزا وتاخد الفيزا بطريقة اسهل برضو الفيزا مية وتسعين بتبديك اقامة دقيقة من اول يوم ليك التأمين الصحي وليك النامج العالي اجتماعية من اول يوم لكن هي فيها شرط صغير الشرط دوت ان انت لازم تعيش في الولاية اللي عملتلك سپونسرشيب لمدة اول سنتين فعشان كده هنلاقي ان المنافسة عليها اقل شوية من ال 189 ولكن برضو ستيل لسة عليها منافسة كبيرة طيب في بقى الفيزا التالتة اللي هي بيسموها فيزا 491 تديك اقامة مؤقتة لمدة اربع سنين وبعد كده بتقدر تقدم على الاقامة الدائمة بعد ثلاث سنين من وصولك استراليا طيب الفيزا داية فيها ميزة قوية جدا المنافسة عليها اقل من الفيزتين التانين فبقى فرصتك اعلى الحاجة التانية لما بتقدم في ولاية والولاية بتعملك سپونسرشيب بتاخد 15 نقطة فال15 نقطة دول بيساعدوك ان انت تاخد الفيزا بطريقها اسهل لكن طبعا زي ما احنا قلنا دي فيزا مؤقتة فهي عشان فيزا مؤقتة ما بيبقاش ليك اكسس على برامج الحماية الاجتماعية ولكن بيبقى ليك اكسس على الميديكير اللي هو التأمين الصحي الحكومي ودي حاجة كويسة جدا الحاجة التانية ان الفيزا داية بيبقى ليها شرطين مهمين جدا اول شرط ان انت لازم تعيش في حتة ريجونال اريا اللي هي يعني حتة خارج المدن الكبيرة في استراليا طبعا اكبر من 3 مدن في استراليا هما سيدني وميلبورن وريسبن فانت لازم تعيش اول 3 سنين خارج المدن الكبيرة داية عشان تقدر تقدم على الاقامة الدائمة الحاجة التانية انت لازم تكون شغال اي شغل انا مش شرط تكون في مجالك لكن شغال بحد ادنى مرتب 53 الف دولار سنويا دا يعتبر قرب الحد الادنى للدخل في استراليا لازم يكون تحقق الشرطين دول وبعد 3 سنين من قاعدك في استراليا تقدر تقدم على الفيزا الاقامة الدائمة فطبعا زي ما ائنا شايفين الفيزا ليات مش زي الفيستين التانين فالمنافسة عليها اقل ولكن طبعا بتبقى فرصتنا اكبر ان احنا نتقبل فيها لان المنافسة جديدة جدا على الفيستين التانين كل التفاصيل دي يا جماعة هتلاقوها في الفيديو اللي هيظهر اعلى الشاشة وكمان هتلاقوها في الفيديوهات اللي موجودة في الـ description بتاع الفيديو هنا بيتكلم عن كل نوع من نوع الفيز دا بالتفصيل وطرق التقديم عليها والمزايا والعيوب بتاعتك كلوح طب ده كلام عالي العالي يعني معلوماتي فعلان انا اول مرة اسمع عنها شكرا ليك جدا يا محمد المرة التانية حبي ان اعرف منك بقى انا ازاي اقدم على الهجرة لاستراليا طب هل اعرف ازاي ان انا وظفتي مطلوبة عندكم في استراليا ياريتك ازودني بالكلام عن الموضوع ده حلو او يا بلان نخش بقى في المفيد ونعرف ازاي طريقة التقديم على فياز الهجرة لاستراليا الحقيقة فياز الهجرة الاشتراية بتعتمد على نظام النقاط اللي بيحصل ايه ان هما بيجيبوا الناس اللي مقدمة كلها ويرتبوهم كل واحد حسب النقاط بتاعتهم في الاعلى نقاط هما مثلا عندهم 100 فيزا هياخدوا اول 100 وهما دول اللي هياخدوا الفيزا بعد كده هياخدوا المية اللي بعديهم وهكذا فكل ما تبقى النقاط بتاعتك اعلى كل ما فرصتك ان انت تطلع فيه الترتيب تبقى افضل وبالتالي فرصتك انك تاخد الفيزا تبقى افضل طيب النقاط ده بتعتمد على ايه يا جماعة النقاط ده بتعتمد على المؤهل الدراسي بتاعك على عدد سنين الخبرة على الليفل بتاعك في الانجليزي هل انت متجاوز ولا مش متجاوز لو مش متجاوز بتاخد عشر نقاط اضافية لو متجاوز لازم مراتك او زوجك يعادل الشهادة بتاعته ياخد خمس نقاط وعمل امتحان الانجليزي ياخد خمس نقاط كمان في عوامل كتيرة جدا بتخش اه في موضوع ساب النقاط ديت وممكن تشوفوا الفيديو اللي انا حطه في الدسكريبشن شرح بالتفصيل النقاط وازاي تزود النقاط بتاعتك وايه الحاجات اللي تعمل عشان تزود النقاط اتفرجوا عليها هيبقى مفيك جدا طيب حلوة اه حاجة كمان عايز اقولها لكم يا جماعة بالنسبة لامتحانات الانجليزي استراليا فيها ميزة كبيرة جدا عن كندا ان هي بتقبل امتحانات انجليزي مختلفة بتقبل اي امتحان انجليزي تويفل ايلتس او اي تي اي امتحانات كتيرة جدا بتتقبل انا شخصيا برشح لكم امتحان البي تي اي لان امتحان البي تي اي دا وبتقدر تجيب فيه سكور عالي جدا اعلى بكتير من ان انت تقدر تجيبه فيه امتحان الايلتس لو بنفس مستوى الانجليزي فبرضه هتلاقوا في الديسكريبشن شرح ايه هو امتحان ال PTE وازاي تقدر تجيب فيه سكور عالي عشان يساعدك ان انت تزود النقاب بتاعتك وبالتالي يبقى ليك فرصة اكبر في الهجرة طيب هنيجي بقى للسؤال المهم انا ازاي يعرف ازا كان شغلانتي مطلوبة ولا لأ وهل محتاجة معادلة ولا مش محتاجة معادلة وكل الاسئلة اللي جوتدور في بالكو ديت ازاي نعرفها الحقيقة جماعة فيه ويبسايت اسمه انزيسكو سارش حاسب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن الويبسايت دوت هتخش عليه هتكتب المسمى الوظيفي بتاعك بيقول لك بقى الويبسايت هل الشغلانة ديت مطلوبة ولا لأ في استراليا ولو مطلوبة في استراليا مطلوبة فيه انهي نوع فيتا من الثلاث فياز اللي انا قلته من شوية وموجودة فيه انهي ولاية فانت هتقدر تعرف انهي نوع فيتا تقدر تقدم عليه وانهي ولاية تقدر تقدر تقدم عليها هتلاقي برضو في نفس الويب سايت موجود جهة التقييم بتاعة الشغلانة بتاعتك يعني انت مثلا لو انت شغال صيدالي هيبقى ليك جهة تقييم عن لوحد شغال مهندس هيبقى ليك جهة تقييم عن لوحد شغال محاسب كل جهة تقييم اللي بتقدر تقول اه والله الراجل دوت يساوي صيدالي موجود عندنا في استراليا او يساوي محاسب عندنا في استراليا وهكذا فبالتالي تقدر تعتمد خبرتك في بعض الشغلانات بتبقى محتاجة امتحان معادلة يا زي مسلا الصيادلة والدكاترة بيبقى محتاجين يعملوا امتحان معادلة برضو لما تخش على طلبات جهة التقييم هتشوف ازا كانت محتاجة معادلة شغلانتك ولا مش محتاجة معادلة لو مش محتاجة معادلة هتقدر انت تجيب بقى لاوراق اللي بتثبت الشغل بتاعت شهدات الخبرة البيسليبس البانك ستيكمينس كل الكلام دوت تقدر تثبت بيه خبرتك وتاخد النقاب بتاعت الخبرة وتمشي في البروزيز زي ما انا شرحتها بالنسبة لموضوع النقاب وبرضو يا جماعة هتلاقو في بتاع الفيديو الموضوع دوت مشروح بالتفصيل ونقطة نقطة اخدكو خطوة خطوة في الويبسايت دوت تشوف كل حاجة ازاي هتلاقوها موجودة في زي الفل تسلم جدا يا كمال باشا على كل المعلومات اللي انت فتنا بيها عن استراليا بصراحة ده يعني انا واحد من الناس سفات جدا اكيد الناس برضو سفاتت جدا اما بخصوص كمال باشا هو مش فقط طالع معا الحلقة دي محمد كمال من الناس ان شاء الله عندهم قناة يوتيوب لناس المهتمية تعرف عن استراليا اكتر تعرف عن حياة في استراليا انصحكم تتابعوا محمد كمال من ناس الكويسين جدا وبتكلم بجد بواقعية من الواقع في استراليا شكرا جدا يا محمد ان انت نورتنا النهاردة بس كده انتوا بقى قرروا كندا ولا استراليا طرق الهجراء لكندا انا عمل فيديو قبل كده اللينك موجود على الشاشة اربع طرق الهجراء لكندا اتكلمت بتفصيل عن كل نظام منهم موجود اسفل الفيديو واي استفترات انا موجود في الخدمة كل روابط موجودة اسفل الفيديو وظاهرة قدامكم على الشاشة بس كده خلصنا النهاردة اذا عجبت الفيديو حاسن ان اضاف ليك معلومة جديدة اتأكد انك ضغط سابسكرايب واشراك فعل زر الجرس ان تكون اول واحد يشوف الفيديو يلا نتمنى شوفكم في خير وعلى خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته